صفا منبع فيه التقينا للعطاء قيبة نغرسها من ارتباء كي يدوم السعد فيها والهناء ونعيش التمر من غيرنا قسرة يظهرها ذاك الوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو أحمد عبد الله من جديد يحييكم في هذه الأمسية أسعد الله مساءكم جميعا في برنامجكم أنا وأسرتي جمهور قناة كيف الفضائية جمهور قناة الإرث النبوي أهلا وسهلا فيكم في هذه الليلة المتجددة بكم وبمتابعتكم وبمشاركاتكم احنا متواصلين معكم اليوم الحلقة الأولى في سلسلة سنة أولى زواج إن شاء الله عز وجل قد تأخذ معنا هذه السلسلة من ثلاث حلقات أو أربع حلقات حسب شو بيتيسر معنا وحسب تفاعلنا مع بعض وحسب المواضيع والأسئلة اللي بتسألون إياها في كثير الأسئلة عم توصلنا إنه هل هذه الحلقات بيتم رفعها على يوتيوب نعم بيتم رفع هذه الحلقات مباشرة على يوتيوب بعد يومين من انتهاء البرنامج بيتم رفعها على يوتيوب فاللي بده يتابع البرنامج بس يكتب أنا وأسرتي الجزء الثاني أو برنامج أنا وأسرتي تطلع هذه الحلقات بإمكان الشخص إنه يتابعها وبإمكانكم إنكم تتواصلوا معنا أرقامنا رح تظهر ارتباعا على الشاشة الإيميل اللي نتواصل من خلاله بأن نأخذ أسئلتكم واقتراحاتكم ونجيب على هذه الأسئلة بشكل مباشر بإذن الله عز وجل وأهلا وسهلا فيكم في موضوع حلقتنا اليوم سنة أولى زواج ليش بنتكلم عن السنة الأولى من الزواج؟ ما الهدف من الحديث عن السنة الأولى من الزواج؟ في الجزء الأول من البرنامج أيضا أفردنا مجموعة حلقات عن السنة الأولى من الزواج أيضا في هذا اليوم سنفرد مجموعة حلقات أيضا عن السنة الأولى من الزواج ليش بنتكلم عن سنة أولى زواج؟ ما الخصوصية التي تتمتع فيها السنة الأولى من الزواج؟ هل يا ترى لأن ترتيبها في السنوات هي الأولى؟ ولا لأنها جاءت بعد مرحلة خطبة؟ ولا في شيء يحصل في سنة أولى زواج؟ نحتاج أن ننبه اللي كانوا خاطبين واللي الآن صاروا أزواج أن يا جماعة انتبهوا إلى 1-2-3-4 ترى الموضوع جدا مهم بمجرد أن نشرنا على الصفحة أنه يا جماعة إحنا رح نتكلم عن السنة أولى زواج بدأت بعض التعليقات فعلا تعليق من بشرة من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله سنة أولى زواج كل زوج وزوجة يكتشف كل منهم الآخر على حقيقته ركزوا هذه على حقيقته فما على الاثنين إلا الصبر 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 ثلاث مرات صبر لأنه عدم في وقتنا الحاضر لذا كثرت طلاق لأتفه الأسباب كثرت طلاق لأتفه الأسباب هذا يمنفع يعني عجز بيت شعر الشاهد أنا أتفق مع لي ذكرة الأخت أتفق مع لي ذكرة الأخت بشرة من الجزائر أنه نعم تكثر حالات الطلاق في سنة أولى زواج اللي انتقلوا إلى بيت زوجيهم بحاجة إلى قدر كبير من الصبر هي كررتها ثلاثا شخصيا أنا أكررها عشرا هذا الكلام صحيح طيب السؤال الآن كمان مرة لما نتكلم أنه يا جماعة السنة الأولى من الزواج أنتوا بحاجة للصبر طب ليش؟ ما السبب أنه إحنا بحاجة أنه نصبر أكثر في مرحلة سنة أولى من الزواج طيب خلينا أعطيكم سببين سببين مهمين جدا أولا خليني أمهد للسبب الأول بقول التالي هل الزواج عملية مخفية أم عملية مرئية للناس؟ الزواج حدث يراه الناس في معازيم وفي ناس وفي ناس بيغنوا في ناس هناك من يزغردنا في ناس بيعملوا وليمة هناك من يولم في عزومات يجوا بيت فلان ويجوا بيت فلان ويجوا داروا فلان وطلعوا زعلانين مش مبسوطين من الحفلة ويجوا إلى آخرية أشاهد من كلامي أنه عملية الزواج هي عملية مجتمعية جماعية يراها الناس تماما؟ عملية الارتباط هذه التي يشاهدها كل الناس هدول مش بس بيشوفوا الاثنين الخاطبين في فترة الخطبة أو في مرحلة بداية الزواج وخلص صلى الله وبرك بعدين ما بيشوفوهم لا ودليل كلامي أنه بعد عملية الزواج بعد ما يصير بعد ما اثنين ينتقلوا إلى بيت أول شهر تقريبا من حياتهم بيقضوهم زيارات ناس راحين وناس جايين وناس جايين بهنوا وناس أبصر إيش وإلى آخره وبعد ثلاث أربع شهور من الزواج حتى اللغة مع العروس تختلف أنه بصير يحكولها شو ما فيش إشي يعني باللغة المحلية ما حملتي ويبدأ الناس يتدخلوا في هذا فإذا أشاهد من كل كلامي أنه هذه السنة هي سنة مرئية هي سنة يراها الناس هي سنة قد يتدخل فيها الناس هي سنة تحت عين الجميع تماما؟ كل هذا يجعل السنة الأولى من الزواج سنة صعبة جدا ما يفهمه الناس أنه السنة الأولى من الزواج هي امتداد لمرحلة الخطبة الاثنين كانوا مبسوطين وحلوين ورومانسيين مع بعض ومشاء الله عليهم والحياة حلوة ودنيا جميلة الناس تتوقع أنه سنة الأولى من الزواج هي استمرارية لهذا الكلام طيب ممتاز لغة الواقع ماذا تقول؟ لغة الواقع تتحدث أنه معظم الزيجات إحنا قلنا أنه بعض الدول ممكن تصل فيها نسبة الطلاق إلى 79% من طلاق ما قبل الدخول اللي هو فسخ كتب الكتاب الآن معظم حالات الطلاق التي تحدث في الزيجات التي تتزوج تحدث في الثلاث سنوات الأولى قبل الزواج في هذه الثلاث الأعلى هي السنة الأولى طيب ليش؟ ليه؟ السنة الأولى هي سنة مرئية السنة الأولى تحدث فيها أغلب حالات الطلاق السنة الأولى نفترض أنها هي السنة التي فيها استمرارية لهذه الرومانسية إذن ما هذه المتناقضات؟ هي ليست متناقضات هناك تفسير السنة الأولى من الزواج السنة الأولى من الزواج هي عبارة عن ممارسة سلوكات جديدة أمام الناس يعني هذا الشخص كان يخرج لوحده ويعود لوحده هذا الإنسان كانت تطلع لوحدها وتعود لوحدها الآن صار يخرج كزوج وكزوجة ويعوده كزوج وزوجة صار هو يتعامل معها هي على أنها زوجته اللي هي مسؤولة منه صارت هي تتعامل معه لأنه زوجة واللي هي أيضا مسؤولة منه أو هو مسؤول منها هذه الحالة من الاختلاف من اختلاف السلوك اليومي هذه الحالة من اختلاف السلوك اليومي هذا الاختلاف مرئي تحت عين الناس هذا الاختلاف الناس بيشوفوه تماما هذا الشخص اللي كان يطلع مع صحابه ويرجع الساعة 12 أو واحدة بالليل على دار أهله لأنه هو سهران معاهم الآن بعد الزواج ما رح يقدر يرجع الآن بمجرد ما يكون جالس معهم في مكان ما وصير الساعة 8 ونص وصير يطلع على الساعة هيصير يحكوله آه طبعا ما هي يعني متحك ما فيه في البيت هذا إذن هو سلوك مرئي هذه التعليقات هذا الكلام الذي يقال لا نتصور أبدا أنه يمر مرور الكرام دون أن يكون فعلا مؤثر أو يترك أثر في النفس قد يظهر هذا الأثر بعد سنوات سنحكي عن هذا لاحقا قد يظهر هذا الأثر بعد سنوات لما هي تكون جالسة مع صديقاتها وفي مجتمعها النسوي تتصرف بطريقة معينة بآلية معينة بعد شهرين من الزواج شافوا أنه ماشاء الله بلشت صحتها تصير أفضل بلشت فبدأوا يحكوا هي أنت انصحتي أنت كذا أنت كذا وتبدأ هي تعطيها تعليق وهي تعطيها تعليق وهي تعطيها شو تطبخ وهي تعطيها إلى آخره هذا الكلام إذن في هذه السنة الأولى هناك سلوك مرئي طب يمكن واحد يحكي طيب ما هو هذا هو نفسه الذي يحصل بعد خمس وست وعشر سنوات زواج لا بعد خمس وست وعشر سنوات زواج الدنيا تأقلمت مع بعض وخلاص صاروا فهمين بعض وصاروا يعني عايشين بطريقة يعني خلاص هما فهموا بعض على الآخر الآن هذه المرحلة هذه المرحلة في السنة الأولى من الزواج هي المرحلة اللي انتقل لها الزوج اللي انتقل فيها الزوج إلى بيته فأصبح فيه هو الآمر الناهي الزوجة انتقلت إلى بيتها فأصبحت هي فيه الآمر الناهية لاحظوا كيف تختلف لغة الفتاة البنت عايشة عند دراهلها خمس وعشرين سنة مثلا راحت عند بيت زوجها بعد يومين بعد يومين أو بعد ثلاث أيام اجت عند بيت أهلها بعد شوية لما يتأخر الوقت ستحكي يا الله سلام أنا رايحة على بيتي طيب ولليك خمس وعشرين سنة عايشة فيها هذا شو صفة لمين هذا ما أقصد أنه اللغة اختلفت أن المعرسات اختلفت هذا الاختلاف الذي هو أمام الناس سيجعل الزوجين في البداية في حالة من الترقب في حالة أنه شو هيحكوا عننا الناس طيب يعني صاحباتي كانوا مش كلهم معجبات بشخصية خطيبي طيب هس لما أنا صرت زوجته شو هيحكوا عننا أنه يعني معيشها كويس ولا مش معيشها كويس بصيروا يسألوها تعالي 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 طرح هو كويس معك ولا هو مش كويس معك كيف بيعاملك وفي ناس من طرف آخر بيجوا بيحكولها لا وعك تحكي ما تحكيش عنه كويس يلا عشان العين دير بالك خوف الحسد تعالي نقرأ عليك تعالي كذا أساطير مش أساطير الحسد لا لا أساطير ما يحدث تماما لأنه سلوكا مرئيا لأنه أمام الناس لكل هذا هذا بيشعر الطرفين الزوج والزوجة بحالة من الرقابة فوق رؤوسهم هذه الحالة ممكن تعمل صدامات مبكرة صدامات مبكرة بين الزوج والزوجة خصوصا لما يكونوا هدول التنين في مرحلة الخطبة لما تعاملوا كعائلات تعاملوا كأفراد يعني طوال فترة الخطبة الشاب هو تعامل مع المخطوبة بس أو المخطوبة تعاملت مع خطيبة فقط بمعزل عن أهله بمعزل عن أهلها لأن لما انتقلت إلى بيته أصبحت تشاهد أهله كل فترة وفترة صارت العلاقة بينها وبين حماتها فيها يوميات أكثر صارت حماتها تشوفها على مدار الساعة أكثر صارت تنقل أخبارها إلى بيت حمها على مدار الساعة أكثر نفس الشيء في المقابل صارت تنقل أخباره إلى بيت أهلها أكثر صار هو كسلوكات يومية مرئي ومعروف ومكشوف من قبل بيت حمها أكثر هذا يعني أنه كمية الآراء التي تقال من هنا ومن هنا سواء مع أو ضد هذه الممارسات اليومية أيضا هي أكثر إذن التأثير على الشخصين أصبح أكثر هذا هل ممكن أن يقود إلى صدامات؟ نعم ممكن أن يقود إلى صدامات هل يحدث هناك أشياء مختلفة عما كان يتوقع الطرفين؟ آه نعم تحدث أشياء مختلفة الآن من النقطة الأولى بدي أدخل للنقطة الثانية النقطة الأولى أنه سلوك مرئي النقطة الثانية أن هذه المرحلة هي السنة الأولى أو المرحلة الأولى في أنه كل واحد يبدأ يشوف ويجرب النظريات والأفكار اللي كان عايش فيها هل تطبق على أرض الواقع أم لا تطبق على أرض الواقع هل هناك إمكانية لتطبيقها على أرض الواقع أم لا يوجد إمكانية لتطبيقها على أرض الواقع أعطيكم مما نرى نحن كمستشاري نحن كمستشارين نرى التالي نرى أن شخص كان يسعى تماما إلى الارتباط بفتاة جميلة بجمال معين بمعايير معينة وتعب جدا حتى حصل هذه الفتاة وصارع أهله وعمل معهم مشكلة أنا أريد هذه الفتاة تحديدا بهذا الجمال فبعد الزواج بثلاثة أو أربع شهور سئل يا فلان شو وضع الجمال عندك فبكون رده الجمال ترى مش كل شي كيف وصل إذا هذه القناعة أنه الجمال مش كل شيء وصل إلى هذه القناعة في السنة الأولى من الزواج فإن هو الأفكار اللي كانت أنا الآن ما بناقش الفكرة صح أم خطأ لا أناقش هذه القضية أنا أناقش قضية أن الفكرة اللي كانت موجودة في الرأس نقلت على أرض الواقع وجربت على أرض الواقع في السنة الأولى من الزواج الآن هنا بدأت تتبدل الفكرة مثال آخر الفتاة اللي بدأت ترتبط بإنسان غني و اللي كانت مقاررة أنا و أنا بدي أرتبط بإنسان غني و جاءها هذا الشخص الغني و يعني بكل ما أوتيت من قوة سارعت الارتباط بهذا الشخص بعد شهرين أو ثلاثة أو أربع شهور تسأل هذه الفتاة آية فلانة كيف حياتك فشو بتحكي المال مش كل إشي أنا كنت غلطانة في كثير أشياء اكتشفتها أو بيّنت معي أنه لازم تكون موجودة غير المال وضحك إذن متى هي بدلت هاي الفكرة هي بدلت هاي الفكرة في السنة الأولى من الزواج و خليني أزيد في ما هو أكثر و أديش يعني أزاعي لكثير الناس بس هذا المثال أنا لازم أطرحه أنتوا عارفيني لازم أطرح هذا المثال يسأل الشاب أو تسأل الشابة اللي هي كانت حريصة أن ترتبط بإنسان بمستوى ديني معين أو يرتبط بإنسان بمستوى ديني معين و ارتبطوا بمستوى آه يا فلان بعد ثلاث أربع شهور شو كيف حياتكم طرح إحنا كنا فاهمين معيارة دين غلط تماما الواقع طبعا لا يحكم الواقع على معيارة على الدين أنا ما بحكي هيك كمان مرة أنا لا أناقش صحة أم خطأ ما حدث أنا أناقش أن السنة الأولى هي السنة التي يحصل فيها اختبار هذه الأفكار فلترت هذه الأفكار من جديد فلترت إعادة بناء المنظومة الفكرية في التعامل مع الآخر وفي النظر للآخر كل هذا يختلف الآن ليه؟ لأن السنة الأولى هي السنة التطبيقية يضاف لها الموضوع مش بس السنة الأولى الإنسان يجرب أفكاره ومعتقداته وما كان يحلم فيه لا في السنة الأولى هي السنة التي يبدأ عمليا فيها تطبيق الوعود كل انتجاه الآخر تمام أنا ما بعرف أطبخ وبوعدك 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 أنه بعد ما نتزوج أصير أطبخ لك كل اللي بدك إياه طيب ممتاز عدى أول أسبوع عزومات ثاني أسبوع ديليفري ثالث أسبوع عند أهله رابع أسبوع وبعدين آه يلا بل شي تعلمي طيب أصبر طيب اعمل يا الله أنا ما كنت أتوقع أنه الطبخ صعب زي هيك مش وعدتي طيب أين الوعد في المقابل والله أنا بوعدك أنه أنا ما أدير بالي وأضل في البيت وما أطلع مع أصحابي وما أعمل كذا وما أعمل وما أعمل وما أعمل وبعد الزواج بعشر أيام بكون عامل رحلة سفاري وبيدي بات يومين برى البيت طيب وين الوعد اللي انت وعدت؟ تماما؟ في السنة الأولى من الزواج يظهر أول مشكلة تظهر بين الزوجين في السنة الأولى من الزواج أنه هل الطرف الآخر كان صادقا معي؟ ولا لا الآن الإشكالية مش بس في هذه الجزئية هي هذه أول مشكلة تظهر المشكلة الأكبر في تسمية المشكلة شو يعني تسمية المشكلة؟ يعني كل واحد بصير يدعي أنه الثاني كذب عليه ليه؟ ما صدق معي في وعوده ما صدقت معي في وعودها هي إنسان غير صادقة هو إنسان غير صادق مع أنه الحقيقة لا هي كذبت ولا هو كذب أنتوا اللي مش صابرين أنتوا اللي ما صبرتوش لذلك الأخت بشرة لما قالت الصبر 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 نعم ثلاثا وأربعا وخمسا وعشرا أنتوا بحاجة يا جماعة أنه تفهموا قضية الزواج عبارة عن ممارسة سلوكات بشرية يومية تماما كنت في الأول كل واحد عايش في بيته ما حدا إلو علاقة في سلوكات الآخر الآن لما أنتوا تعيشوا في بيت واحد السلوكات التي تمارسونها يوميا يوميا أنتم تمارسونها تجاه بعضكم البعض حتى وإن كانت سلوكات شخصية شو يعني سلوكات شخصية أعطيكم مثال بسيط جدا 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 ماذا نفعل عندما يعطس الإنسان عطس إنسان فقال الحمد لله ماذا نفعل نشمته شو يعني نشمته يعني نقول له يرحمك الله شو يعني نقول له يرحمك أو ماذا مرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو أثابنا وأثابكم الله حسب ما اعتادت عليه الناس والراجح أنه يهديكم الله ويصلح بالكم طيب هذا سلوك شخصي لكن لما يقول لما يعطس الزوج ويقول هو الحمد لله وزوج تحكي له يرحمك الله أو يرحمكم الله أو لما هي تفعل لاحظوا هنا بدأ سلوك تجاه الآخر في سلوك تجاه الآخر ممكن ممكن زوج يحكي لزوجته يرحمكم الله ممكن زوج يحكي لزوجته صحى حبيبتي يرحمكم الله إذن حتى هذا السلوك الشخصي الرد تجاهه تحول إلى منطقة من مناطق تعزيز العلاقة الشعورية بين الزوجين سنكمل بعد تلقي هذا الاتصال من معنى؟ معنى أم عامر من السعودية تفضلي يا أم عامر أستاذ أحمد ممكن كيف نتعامل مع الجوزة المتكبر التعامل مع الزوجة المتكبر كيف حكمتي عليه أنه متكبر يحقرني أنا وأبنائي وأنا وأنا لـ 18 سنة متجوزة والآن أعدل في حالي وأحكي مني تحسن وهو ينزل في وضعه يعني أنا وأبنائي أنا أقول لأبنائي تكبر أبوهم لأجل المال تثبت معنوياتهم يعني أتعبنا يعني مثل مثلا يعني يقول 74 رقم 74 يقول أنت ما تعرف هو 47 أنا مثل أني أكون متخافة منوية ينظر ألي أنا وأطفالي يقول كيف للغرض هذا أم عامر أنت ذكرت ذكرت إليك 18 سنة متزوجة هذا السلوك من 18 سنة موجود ولا ظهر فجأة لا هو من فرع بس أنا تحسنت وأبغى أني أحسن أطفالي معي وأنا تحسن يعني كيف أتعامل معاه عشان أحسن وضعي وإني ما استفزه ونسيدي ترتاح يعني أحاول بقدر الاستطاع يعني أريح أطفالي وأتريح يعني هم في فترة مضاهدة ما أظهر أخسره طيب قبل ما أعطيك الجواب أم عامر اسمحيلي بسؤال شوية حساس ممكن إيه اسمحيلي بسؤال شوية حساس قبل أن أعطيك الجواب ممكن ممكن أنت زوجة الوحيدة نعم طيب أنا سأعطيك الجواب إن شاء الله ماشي حاضر يا أم عامر ولا يهمك كيف أتعامل مع الزوج المتكبر موضوع موضوع مهم جدا موضوع يعني لعلنا نفرد له هذا كمان سلسلة حلقات خاصة فيه إن شاء الله بإشارات سريعة بإيماءات سريعة أول شيء الحكم على أنه متكبر أم ليس متكبر القضية ليست مزاجية عملية ما أسميته التحقير ليس بالضرورة أن يكون متكبر طرح قد يكون أسوأ قد يكون شخصية متسلطة هذا أصعب تماما بس قضية التكبر تحديدا تحديدا التكبر هذه قضية خطيرة جدا ما هو الكبر ما تعريف الكبر قال بطر الحق وغمط الناس وهذا ليس تعريفي أنا هذا تعريفه صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق إنكار الحق غمط الناس ظلم الناس أي شخص ينكر الحق دخل في خانة الكبر أي شخص ظلم الناس دخل في خانة الكبر تماما فمش بالضرورة الكبر أن تكون الأنفة اللي فيها الإنسان هذا قد لا يكون كبر ممكن كثير من التصرفات من السلوكات نفسرها نحن على أنها كبر وهي ليست كبرا تابهوا هي ليست كبرا قد تكون أسوأ وقد تكون ليست كبر لكن لذلك لذلك أنا كثير أحيانا بركز على المفاهيم تمام طيب كيف تتعامل مع هذا الإنسان الذي خلينا نتعامل مع سلوكه كما وصفتي هو يحقر الأبناء أنت بحكيت 74 لا هي 47 أنت ما بتفهم أنت ما بتعمل كذا أنت ما بتعمل كذا هذا السلوك في نوع من التسلطية هذا السلوك في نوع من عدم وجود أدبيات التعامل سواء معك أو مع الأبناء هذا السلوك وهي قضية غاية في الأهمية قد يكون له امتداد من بيئة البداوة التي هو يعيش فيها ليست فهو لا يتعامل بتحقير شعوري يتعامل بتحقير سلوكي يعني هو لما يحكي لابنه أنت ما بتعرف تعمل كذا أو كذا هو لا يكره الولد هو لما يحكي لك أنه أنت ليش ليش مثلا هيئتك كذا أو ليش تلبس هو لما تصرف بهذه الطريقة لا يتصرف قلبيا لا يتصرف شعوريا يتصرف في حدود السلوك وليس في حدود القلب طيب كيف ممكن أن تتأكدي من الموضوع ادخلي من زاوية القلب تماما ليش تحسس أولادك لأن تكرههم لا أنا ما أكرههم أنا أعدل سلوكاتهم إذن قضية حصرتها في السلوك وليست في القلب ليش كلامك يوحيلي أنه أنت تكرهني ركزي مش تحكي له أنت أصلا كارهني لا تطلقي أحكاما لا اطرحيها على شكل تساؤل له علاقة في الشعور ونحي السلوك جانبا خلي السلوك شوي على جانب ما تحكي له ليش أنت تتعام ليش تعاملك معنا أنه أنت متكبر في تعاملك معنا أنت هنا حكمتي لا تحكمي لا ادخلي إلى زاوية القلب هذا كله القضية الأولى القضية الثانية وهي قضية خطيرة أنا لمسها من كلامك أنت تحكي أنا حاولت أتحسن أنا حاولت أتحسن أنا حاولت أتحسن هل أنا شعرت أنه شوية نظرتك لنفسك يعني تقدير الذات عندك متدني آه والله شعرت للأمانة طيب هل هذا يساهم في إيجاد بيئة تسلطية عليك من قبل الزوج؟ نعم أحكي لك سر يا أم عامر ولكل من هي على شاكلة أم عامر إحنا الرجال إن شاء الله بس الرجال ميز على وني إحنا الرجال إذا أعطينا عين أن نتسلط على الآخرين نحكيش لا طبعا لا أعامم بس إذا وجدت هناك أرضية لنا أن نتسلط أوف نقود الموضوع للآخر انتبهي انتبهي بحاجة أبو عامر أن يرى فيك من تثق في نفسها تثق في قدراتها تثق في تعاملها مع الآخرين تثق في تعاملها معه تثق في تعاملها مع أولادها حالة التوجس اللي أنا شعرتها من كلماتك قد لا تكون حقيقية بس هذا ما أنا شعرته حالة التوجس هذه لما يراها الرجل بيتصرف أحيانا تصرفات تفهميها على أنها تكبر تفهميها على أنها تسلط هو يريد لهذا التصرف اللي عندك هذه حالة التوجس أنها تروح تماما زي الرجل اللي شايف ابنه بيخاف من أنه يبقى في الغرفة والغرفة معتما طيب ضوينا الغرفة فيه إشي خوف يا بابا لا ما فيه طفل الغرفة بدأ يبكي يا بابا شوفي فالأب ممكن يحكي له وبعدين الآن هذا الصراخ بحد ذاته ممكن يسبب خوف زيادة عند الطفل لكن الأب مش هدفه أن يخوف الطفل هو هدفه أن يخرجوا من هذه الحالة قد تكون تصرفات أبو عامر معك من خلال من خلال هذا القبيل وصلت للفكرة طيب خلينا نأخذ هذا الفاصل وبعدها نكمل موضوع سنة أولى من الزواج فاصل ورجعنا لكم أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم في برنامجكم أنا وأسرتي الجزء الثاني أحياكم الله أهلا وسهلا فيكم نحن لازلنا نتكلم عن السنة الأولى من الزواج وخصوصية هذه السنة في حدوث بعض الإشكالات بين الزوجين قلنا أنه السنة الأولى من الزواج قلنا أن السنة الأولى من الزواج هي عبارة عن سلوك مرئي هي عبارة عن موعد تطبيق الوعود بين الطرفين طيب ممتاز الآن ذكرت أنا أنه أحيانا ينظر للموضوع على أنه كذب لكنه وليس كذب لما حكنا عن سلوك البشري السلوك الإنساني السلوك الإنساني حتى يتغير يحتاج إلى وقت يحتاج إلى محفزات يحتاج إلى دوافع والدوافع غير المحفزات ويحتاج إلى أن يحل محل سلوك آخر طيب الآن لاحظوا السلوكات الزوجين كزوجين هي سلوكات مختلفة عن ما قبل الزواج لما هم كانوا كل واحد لحال شيء لما خطبوا صارت هناك سلوكات جديدة لما دخلوا إلى بيتهم إلى بيتهم بدأت هناك أيضا سلوكات مختلفة يعني هؤلما تنين يكونوا خاطبين ما بتحكي له أنت مروح جيب معك كيلو بندورة لكن هم متزوجين حتى تحكي له وانت مروح جيب معك حبتين بندورة مش كيلو بروح جايب لها كيلو فبيعملوا مشكلة بتحت راس الموضوع أنا بحكي جد ترى ما بمزح واحدة من أكثر الإشكالات اللي إحنا نواجهها يمكن إحنا كرجال نواجهها نحنا مش متعودين أصلا على عملية الشرع يعني أعطيكم مثال شخص عدد أفراد أسرته كلها بعضها عشرة فلما يروح يشتري لهم شيء بيشتري بهذا القدر فجأة عاش مع إنسانة واحدة لما يجيبه ثلاث حبات بندورة بتكفيهم أسبوع هو لازال برمج يروح يجيب اثنين ثلاثة كيلو فلما يدخل على ذات المحل اللي كان هو أصلا يشتري منه وهذا صاحب المحل متعود أنه يجيب كميات أو أنه ياخد كميات ويشوفه أخذ ثلاث حبات بتطلع عليه هيك ما شاء الله عصافير الحب يجننه صار ياخده ثلاث حبات هذا السلوك ممكن يكون محرج بالنسبة إله قد يكون محلوس بالنسبة إله فبروح يجيب كيلو أو بروح يجيب صندوق كامل طب لمين هذا كله؟ متر راح ناكله ممكن يخرب ممكن كذا هذا ممكن يعمل إشكالات فبالتالي أنا لما ذكرت هاي القضية أنا ما ذكرتها باب التندور لا هذه تحصل هذه ممكن تحدث عليها خلافات هذه ممكن يمسكوها الزوجين لبعض أنه أنت بتعرفش أصلا تشتري أغراض البيت لا أنت بتقدري غلط أنت اللي كذا أنت اللي كذا حسب هما شو كانت طبيعة حياتهم في الخطبة شو كانوا متفقين على شو كانوا بيعرفوا بعض في الخطبة في ناس يكملوا التعارف على بعض في السنة الأولى من الزواج أنه ما تعرفوا بشكل سليم في فترة الخطبة لأي سبب كان قد تكون أسباب في إيديهم قد تكون أسباب مش في إيديهم تماما هذا كله الآن في السنة الأولى من الزواج هي سنة تجربة هاي القضايا طيب هل هو كذب ولا مش كذب؟ لا هو ليس كذب هو عبارة عن أنه يا جماعة أنتو عم تستعجلوا إطلاق الأحكام على بعض لأنه لسه ما تغيرت لما أنتو خطبتو مش عارف كم شهر والآن انتقل أهو إلى بيته هذه الحالة على الرغم من أنها احتياج وعلى الرغم من أنه هو أشيء يريده وعلى الرغم من أنه هو ارتبط في هاي الإنسانة اللي هو أرادها واللي كذا واللي أيضا هو بين فترة وفترة بحاجة أنه يرجع لطبيعة الشخصية طبيعة الشخصية طبيعة ما كان معتاد عليه من العيش من الطلعة الروحة الجيئة إلى آخر صح حيطلع معك يعني هو بحاجة بيظبط شيء يطلع معي أنا لا إختي بيظبط يطلع معي يعني شخص كان معتاد على سبيل المثال وهذا حصل الأسبوع الماضي شخص معتاد على سبيل المثال ما شاء الله ربنا فاتح عليه وخطب وكل يؤو أثناء دراسته هو بيخاطب بيطلع بيدرسه أصحابه لا بدك تيجي تدرس عندي جيب كتبك تعال أدرس عندي يختي ماشي ع راس وعيني بيجي بيدرس عندك بس برضو هذا الشيء هو اعتاد عليه أنه خلص أنا بدير بالي عليك هي بدي يجي يدرس عندها ماشي بس برضو هاي العملية إذا أنت أصريت عليها باستمرار وإذا هو بلش شوفك بلشت يتزعلي وبلشت يتبكي وبلشت يتحكي أنه أنت بتحبنيش وإنت تغيرت معي من ثاني خطبة من ثاني شهر في الخطبة وإلى آخر إذا بدأت في هذه الدوامة أسأل الله أن تكون الخاتمة كويسة يعني برضو الدنيا مش هيك أنتوا تزوجتوا صحة لكن من الخطأ أنه من السنة الأولى أن نلغي المساحات الشخصية اللي تعتاد عليها كل الطرفين خطأ إلغاءها خطأ إلغاء هواياتكم اللي بيصير في سنة أولى زواج أنه بدنا نلغي الأصحاب ونلغي الهوايات ونلغي الاهتنامات الشخصية ونبني اهتنامات جديدة بشكل سريع ونبني خطة بشكل سريع كل هذا بده يحدث في أول 365 يوم غلط مش صح مش صح فهي الحالة من الاستعجال أنتوا بتفسروها لما ما يتم الاستجابة لهذه الحالة من الاستعجال تفسر على أنها تفسر على أنها عدم مصداقية الآن شوفوا الآن شوفوا الآن الأبالسة فسرت على أنها عدم مصداقية بيروحوا ويشتكي لأمه بيروحوا ويشتكي لأمه فهم بسي خدعك انخدعنا فيه ضحك عليك ضحكت علينا والله الجماعة كانوا بينين كويسين بس طلعهم خبيين يعني تحت تيابهم ويبدأ هذا الكلام وهدول الناس هدول الناس اللي بيحكوا بهذه الطريقة هم اللي إبليس أوكلهم أن يقوموا مقامه مقامه في العمل المطلوب يا جماعة لا نصبر لا لا نصبر في قضايا نعم خطيرة جدا والله هو وعدها نتسكن في بيت لحالها فجأة ما شافوها اللي هي عندها راهل وساكنة والبيت كان كله عبارة عن خديعة هذا موضوع يختلف هذا موضوع مختلف آخر لكن قضايا يومية معيشية يومية لا القضايا المعيشية اليومية بحاجة أنك تصبروا عليها يا جماعة طب ممكن حد يجي يسأل سؤال طب هم متى ممكن الزوجين يفهموا على بعض ويندمجوا خلص إنه هم والله فهموا على بعض تماما عارفين متى سنة خامسة زواج بدهم خمس سنوات ليفهموا على بعض تماما طبعا هاي الخمس سنوات تزيد أو تنقص في أزواج بيعيشوا مش خمسة خمسين سنة وبيموت أحد الطرفين أو بيموتوا التنين أو بيكون واحد فيهم سبب في موت التاني أو بيكونوا شهرين بعض وفي أزواج على قدر من الوعي على قدر من الفهم على قدر من النضج بحيث أنه بيسرعوا عملية الاندماج بينهم في أول كم شهر بعد الزواج في ناس هيك وفي ناس هيك بس بالعموم الزوجين يحتاجوا إلى سنة خامسة زواج حتى يفهموا بعض بنسبة 100% هذا ليس تعقيد لعملية الزواج وهذا مش أنه يا جماعة الزواج هو شيء صعب لا 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 إحنا بنحكي عن سلوك بشري تماما هذا السلوك البشري حتى يوصل لمرحلة الاندماج الكل يحتاج إلى فترة طويلة لازم تمر بمختلف المشكلات وتطلعوا منها لازم تتعلموا من المشكلات اللي بتصير معاك وتطلعوا منها من إحدى أسرع المطبات التي يعني يتعرض لها هذا المركب مركب الزوجين المطبات المالية الزوج طالع من مرحلة الخطبة والزواج يعني أبيض زي بيحكوها دفع كل اللي وراه اللي قدامه الآن هو هو طالع في هاي الحالة وهي طالعة في حالة إنه هو سيبدو يطلعني ويروح وييجي ويشتري لي ويعملي وإلى آخره شافين هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف بصنع مشكلة في بعض الأحيان هذا الاختلاف هو اللي بيخلي إنه أحد الطرفين يحكي على الآخر لا والله أنت خدعتني أنت ما كنتش صادق معي تماما؟ هاي القضية فيها فيها قدر من الحساسية لذلك إصبروا يا جماعة على بعض بحاجة في السنة الأولى إنه شوية يعني نعطي بعض ما نطلق أحكام ما نطلق أحكام بشكل بشكل متسرع أحيانا بيجينا بعض الزيجات في الاستشارات بيكون بيكون العمر الزواجي لهذول الناس خمسطاش وأحيانا طمانتاشر سنة فبيكون الزوج أو الزوجة في خلص يعني وضع الآخر في إطار معين وما حيطلع منه يعني أطلق عليه حكم مطلق أعطاها حكم مطلق هي كذا أو هي أعطته حكم مطلق هو كذا فأنا عادة أم بسأل هذا الحكم من متى؟ يعني هو من متى هيك؟ هي من متى هيك؟ فتكون الإجابة من أول يوم تزواجنا من تاني أسبوع من زواجنا من بعد شهر من زواجنا في شهر العسل عمل موقف كذا فهي حكمت عليه إذا كان شهر هذا أصلا وفي ناس بيحكموا من فترة الخطبة أصلا في ناس بتكون الحياة بينهم وردية وجميلة لما تصير المشكلات بيسقطوا أحكام بأثر رجعي إنه هو كان هيك فالأحكام بتكون بأثر رجعي تمام؟ طبعا هدولة حالة خاصة الشاهد في القضية إنه السنة الأولى سنة خطيرة السنة الأولى سنة بحاجة بحاجة أن نفهمها صح؟ أن نتعامل معها صح؟ أنه نتجاوز خطواتها بشكل سليم طيب هل هناك أوهام لها علاقة في السنة الأولى من الزواج؟ آه طبعا في ستة أو سبع أوهام لها علاقة في السنة الأولى والزواج لعلنا مش لعلنا إحنا سنفرد لها حلقة كاملة لقضية الأفكار المغلوطة عن السنة الأولى من الزواج لكن ما أريد أن أؤصل له الآن يا جماعة السنة الأولى من الزواج هي سنة حساسة طيب السنة الأولى من الزواج من أسباب حساسيتها ومن أسباب أنه يا جماعة خطيرة جدا أنها امتداد لمرحلة الخطبة التصرفات في مرحلة الخطبة تصرفات اتنين بيحبوا بعض لكن مش عايشين مع بعض طيب هل هذه السلوكات صح أن تمتد إلى ما بعد الزواج؟ خلينا نحكي عن هذا بعد تلقي هذا الاتصال من معنى؟ معنى غيداء من السودان تفضلي غيداء أخت غيداء تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا بك لو تعرفت أنا ليلة بالسنة الثالثة تغريبا في الزواج لكن بس بعاني من أنه زوجي طامس يعني ما بيتكلم حتى الشوارة الشوارة الشخصي نظر على الوامسة حتى الأمور التي تتعلق بيننا في الزوجية يعني ما بيتكلم فيها بسهولة حتى بعد ما أسأله وفي مشكلة ثانية كبيرة الشكك عنده الشكات مشكلة ثانية كبيرة إيش؟ الشك الشك آه الشك طب كيف عرفت أنه يشك؟ أهلا أهلا أنت أخت غيداء أنت كيف عرفت أنه يشك؟ والله راحت من عندنا الأخت غيداء طيب ما فيش مشكلة هي قالت أنه أنا زوجي صامت هو فينا إحنا حدا بيحكي أصلا رجال أوكي لذلك أنا أنا عندي مؤلف اسم أيتها المتميزة كيف تخرجين زوجك عن صمته تماما مؤلف كامل في هذا الموضوع موضوع الصمت أنا ما راح أتحدث فيه الآن سأتحدث فيه في حلقات قادمة بشكل مفصل أكثر لكن بالنسبة لموضوع الشك أنا سؤالي كان ليش أو كيف عرفت أنه يشك؟ ترى الحد الفاصل بين الغيرة والشك شعره هل هو يشك ولا هو يغار؟ تختلف ما الحد الفاصل؟ الشك سلوك نابع من نية غير طيبة تجاه الآخر الغيرة سلوك نابع من غيرة طيبة تجاه الآخر فاللي بيغار هو يحب الطرف الآخر فيغار عليه اللي بيشك لا يحب الطرف الآخر فبيدور له على غلطة وضحات؟ في السلوك الظاهر التنين يتشابهوا لكن أن يكون هذا شك وأن تكون هذه غيرة الآن هناك في نوع من عدم التوافق في الكلام لا يتوافق الشك مع الصمت عند الرجال تماما؟ واحدة من الأشياء اللي بتخلي الرجل يحكي أصلا يحكي إذا كان شكاكا تتوافق الغيرة مع الصمت عند الرجال نعم الغيرة تتوافق مع الصمت الشك لا يتوافق مع الصمت تماما؟ لذلك سأفرد في موضوع الصمت أنا تفصيل قادم بإذن الله عز وجل من هنا أيضا أريد أن أعود لمرحلة الخطبة والزواج أنتوا أثناء فترة الخطبة كانت تواصلكم يومي كنتوا بتعرفوا أخبار بعض بالتفصيل كنتوا تعبروا عن بعض عن الحب بالكلام بالرسائل الأخري إذا هذا امتد إلى بعد الزواج هذا مشكلة تماما؟ بعد الزواج يجب أن تتداخل المشاعر باليوميات ففيش داعي تتواصلوا مع بعض يوبياً مش فيش داعي تتواصلوا مع بعض لا فيش داعي يومياً تتواصلوا مع بعض خمس ست مرات فترة الخطبة كانت خمس ست مرات لأنه انتوا مش عايشين مع بعض الآن انتوا عايشين مع بعض بحاجة الرجل أن يشعر بشيء من أنه أنا واثقة أنك بتحبني فتاركتك لحالك في المقابل المرأة بحاجة أن تشعر أنه أنا أنه أنا أشعر أنه أنت مهتم فيها فأنك أنت تتركها تفعل الأشياء زي ما هي بدها هذه الحالة سلوكات يجب أن تبدأ فيما بعد الزواج ولا تستمر بعض السلوكات تنقل من فترة الخطبة إلى فترة الزواج انتبهوا يا جماعة فترة الخطبة لها أهداف معينة شو أهداف فترة الخطبة؟ التحضير للانتقال للزواج التحضير النفسي للانتقال للزواج إحنا جاهزين فهمين بعض مقررين عائلاتنا انصهرت مع بعض فبدأنا ننتقل إلى مرحلة الزواج مرحلة الخطبة مرحلة تمهيدية يعني ستاند باي للانتقال لمرحلة الزواج تحضير القضايا المشتركة للانتقال للزواج هذا كله له سلوكات معينة الآن في الزواج المسألة اختلفت انتوا الآن أصبحتوا زوجين ابدأوا ابدأوا عمليا في التعبير عن المشاعر ابدأوا لفظيا في التعبير عن المشاعر خلي كل حد يشوف التاني عبارة عن 24 ساعة حب واهتمام تجاه الآخر مش الحب والاهتمام مأخوذ من قناة واحدة اللي هي القناة اللفظية او قناة الرسائل او قناة انه انت كل شوية تتصل فيه كل شوية تتصل فيه فيشعر بشيء من الاختناق في الخطبة كان يشعر بشيء من الحب انه هي بتحبني بعد الزواج ستفسر بطريقة مختلفة لذلك يا جماعة الخطبة شي الزواج شي سنأولى زواج سنأولى خطيرة انتبهولها سنكمل بإذن الله عز وجل في سلسلة سنأولى زواج في الحلقات القادمة الى ذلك الحين هو أحمد عبدالله سر الصفاء منبع فيه التقينا للعطاء قيبة نغري سواب الارتوان كي يدهو ما السعد فيها والهناء ونعيش التفرم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة